موظفين المتميزين لهذه السنة حيث دائبت المنتوبية العامة بضرر سجن ويعادة إماس خلال كل ذكرى على الاحتفاء بموظفين متميزين موظفة وموظف في كل مؤسسة سجنية وهي أقل ما يمكن القيام به عفاناً بالخدمات الجليلة التي يسجونها لوطنهم يتم اختيار الفائزين اعتمالاً على عدة معايير وخلال مراحل متتالية بدءاً بملء استمار الترشح من طرف الموظف الراغي في الترشح التصويف الإلكتروني عبر بوابة فضاء الموظف وهي عملية مفتوحة في وجه جميع الموظفين بالمؤسسة بدون استيقنات بالخيار سراً موظفة وموظف متنينيزين من بين جميع الموظفين الذين قدموا ترشحاتهم بعد ذلك تقليم وأراء وملاحظات لجنة محلية مكونة من خلال المؤسسة والسادة رؤساء المصالح بالإضافة إلى لجنة مركزية حول مدى انقباض الموظف وجديده وكفاءته في أداء الواجب الوطني والمياني متسلم للموظفة والموظف المتميزين جوائز رمزية تقديرية ومادية تحقيسية خلال هذه السنة وبعد استفاء هذه المراحل ووفقاً لتلك المعايير أختيها كموظفة متميزة لسنة 2022 السيدة مراقب مربي مينا الراقي وأدعو سيد باشا مدينة أرزلاج لتقديم الزائزة الرمزية للموظفة الزائزة مشكورة أختيها كموظفة الغازة السيد مراقب مربي محمد مربور وأدعو السيد نائب رئيس المحكمة الابتدائية لغسلات لتقديم الجائزة للموظف المتميز وشهور ترجمة نانسي قنقر